لكن هو أشهر أشيء خطير ويربط مع الكلام الذي اختبسته مرتين ربما في سنة واحدة من ألبرت شفيتسر حين قال حاكينا عن توقعه أن النصر في المستقبل ربما القريب سيكون للأديان الأخلاقية هذه الفكرة التنويرية فكرة ألبرت شفيتسر وصلها أيضا في عهده وفي عصر التنوير أنا موافق من حيث نبدأ على هذه الفكرة وأنا أقول له يعني بمعنى الإسلام مثلا وهو حق في اعتقادي كمسلم حق عقيدة وشريعة حق لكن إن أصررنا على طراز الآن وظللنا مصرين على أن نترجمه شريعة أوامر ونواهي وإفعل ولا تفعل وتبوات وإيه كمان ونبسط ونمد رواق هذه الشريعة وحتى اللحية وحجم اللحية واللباس والكرفطة ومالكرفطة والنقاب وما النقاب واللي يطلع كل شيء بنحط فيه حكم شرعي كل شيء آه وحكم ركوب الكذا وكذا والمرأة تقود السيارة ما تقودش السيارة كل شيء أنا أقول لك نحن سنعمل على أن يبتعد الناس عن الدين خاصة في هذا العسل سيبتعدون سينفرون والعكس هو المطلوب الاقتصاد في التشريع كان الاقتصاد إيه؟ وهذا فكذا القرآن تشريعيا مقتصد جدا صحيح؟ شو أنت من ألوف الآيات يعني زهاء ستة آلاف ونصف تقريبا وأقل من ذلك قليل من الآيات المشهور عند علماء الأصول والاجتهاد أن آيات التشريع زهاء مئتين وخمسين آيات عجيب ما تقوله خمسين من ستة آلاف ونصف تقريبا نعم هذا التشريع والباقي الباقي أكثر يتعلق إيه بأمرين بالعقيدة والعقيدة إيه؟ على أسو الشبه عقلية التعمل في الآيات يدينا في القرآن شيء زهاء ألف آية كونية تؤشر إلى الطبيعة إلى الكون، إلى الخلق إلى، 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 إلى عجيب ثم بعد ذلك الأخلاق هذه الأخلاق السلوك الأخلاقي مع البشر هذا دين جميل يجب أن تكون خطتنا في خدمة الإسلام متناغمة مع ماذا؟ مع القرآن الكريم نعظمه ونعظمه نعطاه حجما وسيطا نعطيه حجما وهكذا إن تحدث عن الرحمة في مئة آية وتحدث عن النقمة في عشر آيات خطبنا مئة خطب عن الرحمة وعشر خطب وهكذا هذا الصحيح انتبهوا أنا أقول لكم بشكل عامل فكر الإسلامي غير متناغم إلى حد بعيد مع الموازين والمقادير القرآنية هذا يحتاج لدراسة بحياله في أمور كثيرة غير متناغم هذا لو لو أنصح الآن بعض أحبابي وإخواني إذا بدوا قدم مثلا دكتوراه هذا ليس مجستيب لديها دكتوراه يكتف لهذا الموضوع يشوف الخطاب الإسلامي مثلا في القرن العشرين وفي إطار معين عشان يحدد يعني وماذا تناغمه مع الموازين والمقادير والمعطغيات القرآنية وحتشوف سوف نصعق هتلاقي فيه تشاكش تماما القرآن يسير هكذا وميسير هكذا من حيث التناغم الهرموني على كل حال شكرا